موسيقى 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 مرحبا بكم الناس لكل في فيديو جديد وفي رسائت جديدة اليوم ان شاء الله بيش نعملوا مبعضنا تحلية بنينة سهلة اقتصادية وفيسة فيسة انحضروها احويجة مزينة عن الاخر و بيش نعملوها في تباق بلار مشكل عادة بسيخ صوب كما سنستكم انت حاجة سهلين اقتصاديين وفيسة انحضروهم اليوم التحلية متاعنا مكوناتها بساطة عن الاخر و سهلين و بيش نعملها بزوز طرق بيش نعملها في تباق البلارة ذيكا و بيش نعملها في ديكاسية صغارة كجتابرة ذوكم ولا تنجموا تعملوها في الليفيغي يعني طريقة مبسطة و ما فيها احد شاي و القوم تاحة ابنينة عن الاخر بيش نعملها شوكولات كراميل كما قاعدين تروحوا يجمزينة عن الاخر بخيزون تابل وعملتها بالكاكاو من فوق و بالشوكولات من فوق مذوبة شوكولات و هذوكم البرش متاع الشوكولات حاسي لو عملت لكم ثلاثة مدالات و انتوما تعملوا اللي يعجبكم هذو المكونات متاعنا سهلين على الاخر بيش نقيس بكعبة يوغرد فارغة عندي كيلة زوز احليب بيش نعمل معاهم ثلاثة كرام شونتية و بيش نحط معاهم لاليه لله محمد رسول الله زو ساشيت فلون كاراميل و بيش نحط معاهم حكا كرام فريش اي باس حوكا الكرام فريش انا نعملها باش تعدل المطعم و تعطيني تكستور مزينة على الاخر الكرام شونتية هنا كيما قدتلك بيش نقيس ثلاثة بكعبة يوغرد هذيك من بعديك القياس هذا اللي حطيتو توا اللي هو زوز ساشي فلون و زوز كيلة متاع حليب و ثلاثة كيلة متاع كرام شونتية بيش نزيدهم من بعديك من بعديك كيل واحد متاع حليب خاطر جيتني التكستور متاحها يعني عاقدة برشاها و كازتها تو و باش نزيد كعبة الكرام فريشي باس و هكيك نركضها بالكده بالكده حطليني تضاف الحجم متاحهم و تكون تكستور متاحها تيارة عن الاخر كيما قاعدين تراو فيها و باش ترن و هكيك نبدا في الغيساج متاعي متاع التحلية كيما قاعدين تراو فما زوز بكويت بسكويت سيدة بالشوكولات هما اللي عملت بيهم الكريما هكا سيهة قريب تحضر و اخذروا لك باش تضاف الحجم متاحها شو تكستور متاحها محليها و الكولور متاحها كيف كيف مزين فيها كل ما عم تاع الفلو و سيهة تولي خيمتاعنا بريسك حاضر تبقوا تركضوا بالكده بل كده حتى اللي نتوليكم بالتكستور هذي بالضبط اخذت هنا اربعة طوابع شوكولاتة معاهم بالياغورتة هذيكا كالعادة قص تحليب وباش نحطهم على الغاز حتى لين يتذوب بالجداء بالجداء وباش نحطهم في الوسط هذيكا تباق البلارم بتاعنا اخذتوا اوفا لهوكا كما قاعدين تراو فيه ولي كسية هذوكا مجوتابل يتشريوا بالتبيعة من اللي بيعوا مستفزمة الحلويات النجم ونعملوا بهم حطوا فيهم التحليم تاعنا واللي عنده ديفرين هكا مزيانين ولا كوبيت ولا اللي هو يعمل فيهم زادة جير مزيانة بارشة توح حتيت الكوش اللونية امتع البسكويت غطستها في الحليب وحتيتها وحتيت عليها الكخيم وباش نبقى بالطريقة هذيكا مرة كخيم ومرة بسكويت سايدة وباش نحط في الوسط شوية مك شوكولاتة اللي ذوبتها تعطينا جوب منينا على اللخر ونكملوا بالطريقة ذيكا حتى لين يوفى البسكويت ويعني يتعبط بقمت يعني هكا شوكولاتة سيخليتها بردت شوية ومحتيش ديريكت ونحطوا منها بالطريقة ذيكا في الوسط كل عادة نعود كوش واحدة اخرى بسكويت وكوش واحدة اخرى كخيم ونحط لها كل عادة الشوكولات ونكملوا بالطريقة هذيكا ونبعد باش ناخوك الكاسية جوتاب لهذوكم ونكمل ان زي نفهم الطريقة عني هي بيدها بمنش باش نحط الشوكولات في الوسط بتبيع الشوكولات اختياري اك عملت اينا كعبيت بالشوكولات وهذي الكبيرة بالشوكولات ملقوم تاعلي بالشوكولات جيت ابن حاصيل راو تنجمو تعملوها في اي تبق مدور مربعة كيما هذي اوفال تحبو تعملوها حتى في فيك السخصو كيما مستيسا نعمل اينا حاصيلو كيما تحبو تعملوها اجيكو المهم لكخيم تركضوها بالكدير بالكدير وتعملو القياس اللي عملت وانا هذيكا بالضبط باش تجيكما التكستور متيحة طيارة كالعادة عاودت حتيت البسكويت لكخيم الشوكولات وباش نعاود برسك هذي الكوش الاخرق متاع البسكويت انا توقع دين كيما قاعدين تراول الكريم راو عملت بزايد راني على خاطرني باش نعمل يعني زوز مودريت باش نعمل اللي كاسيه ذوق باش نعمل التباق الكبير هذي يعني انتو ما كان باش تعملو اقل نقصوا ساشي فلان ونقصوا يعني كيال متاع كريم شونتيه اللي هي بحكة الياغرت وكيال متاع حليب يعني تخلو زوز حليب وزوز كريم شونتيه وواحدة وساشي واحدة فلان والكريم فريش تحطو ها تحطو حوكة كاملة توا هاو كاسيه كملتها اخذوك المنظر متاع محليه من الهجنيب كيفيش خدمة انظيفة سهلة وفيسها فيسها انحضروه توا باش نعملو الكاسيه هذوما كالعادة لناخو البسكويت نغطسو في الحليب ونحطو في سافيسها ما نكملو ما فهم حد شاي نحبو فتفتوه ومرا نحطو كعبة كاملة كيما تحبو اينا ملو الحاتي تاكو وبعد بريسك نقصم الكعبة وزوز ونحط ايضو ما جيوا مزينين على الاخر واحد حتى ينجم يهزهم كي نميشي مثلا الحد هكا ولا عنده ذيا في عملهم كل واحد يحط له كعبة مش ملقاش يقص ويحط فلص حان حاجة يعني محليها تحسها هكا خدمتها محليها مسرعة في الفيديو انا راو بش ما يجيش تويلك حبيت ننقص فيه ماكسما بش ما يجي نرى لولا كي يجيت نخدم فيه جينا حكاية خمستاشا دقيقة قلت تويل برشة تو يفدوا منه او كزر ربط في برشة حاجات بش ما يفوت ليش لعشرة دقائق معناتها هذو ما نبعديك بش نعمل بالكاكاو بش نعمل نبرش طبع شوكولات ونحطو بش نعمل كعبة هكا وكعبة هكا والمول الكبيرة ذيك الاوفال بش نصب عليها شوكولات هكا سي حذرتم توبش نغطيهم ونحطهم في الفريجي دير اسويعتين ثلاثة كي ما تحبوا توق الشوكولاتة اللي قعدت لي هذيكا ذهو بتعود سخنتها شوي وخليتها بردت كي نحسيتوها شوي زيدوها طبع اخر شوكولاتة زيدوها مغرفتين ولا ثلاثة حليب حتى ننتوليكم معناتها عنيت زيكم هاوكا سبيتها من فوق والاخرين كي ما قلتلكم بش نعملهم كاكاو تنجموز دا حتى هذي تعملو لها كاكاورا هاوكا بش ناخد طبع شوكولاتة وهذي كنبرشو بيها اسفن نيريا بش نعمل كعبتين هكاكا بالشوكولاتة كيكا والاخرين بش نعملهم بالكاكاو بالكاكاو جايوا بنين على الاخر خاتموا الكاكاو مروا شوية وهي الكخيمة حلوة معنات عطاق قوم زينا على الاخر بنين على الاخر اوكا عطيتكم بش هتورقوا انتوما كي ما تحبوا تعملوا تعملوا اللي ساعدكم ولي متوفر عندكم في الكوجينة تعملو وبنسبة للقوم مضمونة مية بالمية حاجة بنينة بنينة على الاخر حاجة من وراء الخيال هاسيلوا البرنامتاها كي تبدو تاكلوا فيها دي ريكت تطلع للمخ تحسوا واحد عينه تحلت وتناعوش مخه على الاخر حاجة بنينة مش مرمال الجوم تاع الشوكولات والكراميل معناتها صون فور صون جيبنين ما فيش حتى نقاش ريسك تاوكام منيهم حاضرين يعني بش نبدأ نقص بالواحد بالواحد ونوريكي ما كالتكستيرو بتاول من داخل كيفيش تكون ولا بتبيع الصورة كي ما ديما نقولكم هاكا اتعبر وحدها اذو ما فما منهم اللي كيسية اذو ما فما منهم برشا اشكيل فما لمربعين فما المستطيل هاكا فما لمدورين فما حتى كلك المثالث محليهم اما مش الناس الكل اللي بيعوهم بالكعبة هاكا يبيعوهم بالكونتيتي كبيرة انا بالصدفة مرة عند اللي بيعوا مستلزمات الحلوية لقيتها حالت وهي اهوكا بقيت انا نحكي معها قوتل اعطيني هاكا حكاية عشرة كعبات قتلي راني نبيع بالباكو الكبير في حكاية خمسين كعب وقتل اشو شو نعم بيهم انا خمسين كعب المهم عطاتني حكاية عشرة كعبات حتى الكوبيت يجوا مزيانين ولا هكا كيسين هكا منظرهم مزياني يجيكم محلوين برش ولكن عندكم حتى صحافي صغارة كم تعسيدة ولا حاجة يجيوا فيهم مي هذو مجرد تابل من عندنا عشبتني الفكرة متاحة مرد هاكا سايكي ما قاعدين تراو تكستور هذي هاني بش نقص هيلكم بش نحاول نجبد منها مرسو هكا صغير ونحطوه في الصحن وتشوفوه شوكولا هاي تقعد ذيبرة وكيكة مبديش يبسر بش تعاونك نجو ناكلوها ولا كنجو نقصوها تكون طريقتها سهلة على اللخ اخذوا اكل منظر محلي هكا التكستور متاع لك خيم حاجة تيارة على اللخر ولقو ما نحكي لكم مش تاكي تجربوا تحكموا واحد كم حاجة بنينة بنينة بالجدد بالجدد. هاو كان مرسو هاكا بش نحطوه في الصحن. آآ ونقص منو الطرف تو تشوفو التكستور متاع وكفيش جيت محلها. الكخيم صراحة تيارة على اللخر. جربوها بالطريقة هذيك بالضبط تشوفو الجوة كل منظر اللي فلان يعطيك اللمعة وهكا اسفر شوية. الكخيم فخيش كيف كيف تعطي تعدي لجوم تالي حليوة بش مجينيش حلوة برشا. اللي ما يحبش الكخيم فخيش نجم يعمل حتى سوستو بعجبن مثلتي يبن على اللخر زيد الجبن. وكيما ديما نقولكم ما تنساونيش باك الجيم ولابوني وتفعلوا جرس بش يوصلكم كل جديدي. وهكا كا تستفيدوا انتوما ونستفيد انا بش تدعموني وديما نهبت حاجات جديدة وتعجبكم بخدرة ربي. هاي بس لما نسكت.